عسلامة مرحبا بكم تلمثة البكالورية اقتصاد والتصرف معكم أستاذ الرياضيات أحمد السومري بشكونا معاكم تيلة السنة دراسية هذه عبر منصة لسينة بوينتين حضرت لكم فيديوهات مسجلة تتضمن على كامل البرنامج بتفسير مفصل للكور وإصلاع التمارين وسلسل التمارين بل كل شي خل نعطيكم شوي نصايح نعرفكم تلمثة البكالورية اقتصاد والتصرف تخافوا شوي مرياضيات أغلب يدكم وخاصة في البرنامج أنت على الاناليس عندكم مشكلة معها هذه كل الناس كلنا عرفوها أنا بشعطيكم شوي نصايح تنجم تفيدكم والنصايح هذه بشتقدم بكم في البرنامج وخاصة في الاناليس برشة تلمثة في البكالورية اقتصاد والتصرف يعتقدوا أنه الإكسلانس في الرياضيات بشتجي في الدروس اللي أنتم تسميوها متفاصيل ولا متابلكيل متخيص والغاف والستاتستيك مش صحيح رو الإكسلانس في الرياضيات ولا التميز في الرياضيات ما يصير كان زادة بالجزء انت على الاناليس أنا بش ننصحكم أنكم تتبعوا لفيديو اللي بشتقاوها مسجلة في المنصة تتبعوهم مليح مليح تتبعوهم بتأني عودوا تفرجوا في الفيديوهات مرة أو لثنين السلاسل اللي بشتكون مصلحة كذلك في المنصة ما تحولوش تخزروا الكوريكسيون من اللول حاول من اللول تحاول تخدم واحدك التمرين حاول تكسر فيه رسك واحدك كي ما تفهمش حاجة أرجع للكور أرجع لتيوغامات أرجع لليبخوبخيتي أرجع لديفينيسيون بتاع كل شابيتر حاول مرة واثنين إذا كان مفهمتش أعمل تلع على الكوريكسيون ثم بعد ساكر الكوريكسيون وحاول تخدم واحدك حاول أنك تشوف التمرين واحدك وتخدم واحدك بعد ما تشوف الكوريكسيون إذا كان مرة ثالثة ومفهمتش وباقي مفهمتش حط التمرين قدامك وحط الكوريكسيون بجنبه أقرأ السؤال وأقرأ الكوريكسيون حاول تفهم اللي كتبتهم لكم واللكوريكسيون اللي عملناهم في الفيديوهات هذو ثم في الأخير حاول أنك سيري ديكزرسيس لكلها سلسلة التمرين لكلها تعودها من الأول للأخر من الأول للأخر بتبعها أنا كذلك بش نضمن لكم في المنصة دي سيخي بروبوزي تمارين بروبوزي تخدموهم وحدكم ونعطيكم فرصة أنكم تحاولوا تخدموهم ثم بعض نهبطوكم الكوريكسيون تاكم كذلك بش تلقاوني نجاوبكم على كل استفساراتكم وعلى كل أسألتكم قبل كل دفوار حاولوا أنكم تعاودوا سيغي ديكزرسيس وتعاودوا تتفرج في اللي فيديو اللي فسروا الكور ما تخافوش هاني معاكم معاكم كامل راو المات راو مهوش صعيب راو المات النجم وناخذوا فيه بون نوت والتجربة أثبتت وعدنا برشة لامذة كانوا نول كانوا ما يفهموش كلمة فونكسيون كلمة لميت كلمة دي غي في وتحسنوا واخذواهم دي بون نوت ومام حتى في الجامعة معاكم بعض اتميزوا ربو يوفقكم وهاني معاكم عام كامل دونك بش نحكي يتاوي عن البروغرام برنامج الرياضيات فيه دو بارتي كبار بارتي أناليس و بارتي ما تبليكي وإلا ما تفاصيل ما نعرفش كل وقت كيفش يسميه احنا في البرنامج نسميه تم او تم دو وإلا بارتي او بارتي دو البرتي او بارتي دو البرتي او بارتي دو اسمها اناليس الاناليس اللي هو بتبعه انتو ما تخافوا منه وعندكم معاه اشكال ثم بعض التلام ذا في شعبة الاقتصاد التصرف قليل بارشة اللي هما مغرومين بالاناليس ان شاء الله سنابش تتغرموا به وبيش تخدموه بشوال يظهرونكم اللي هو الاناليس اوضح واحسن من البرتي الاخرى اللي انت بتعتبروها ماتفاصيل في الاناليس شنو عادنا عادنا الدرس اللي هو limit continuity وهو درس معناتها تقريبا جزء منه كبير قريتو في التخزي ماني احنا بش نتلقو في رابال في الفيديوهات بش تلقو منذ البداية رابال على شنو قريتو في التخزي ماني في الدرس هذي درس هذي بش تلقو فيه كات بارتي كبار اللي هما limit defonction ثم الcontinuité ثم ثم حاجة جديدة اسمها الفonction composé وانبعد بش نتعدو للبيجيكسيون فونكسيون ريسيبرو بالتباعة كل بارتي مفسرة بشوية بشوية ودبا دبا وحتى الضعيف ينجم يفهم وحتى اللي مقراش بالقدير تروزي مني الاناليس ينجم يفهم بعد الدرس هذي بش تلقو انسي غير دي اكزرسيس مصالحة ومصالحة بشكل دقيق جدا ووحدة ووحدة كيما العادة ودبا دبا ثم الدرس الثاني في الاناليس هو الدرس الديريباسيون والبريميتيف هو درس قريطو منو جزء كذلك في التخزيام اللي هو الديريباسيون والبريميتيف حاجة جديدة وطون نشوفوها مع بعضنا وكذلك ثم فيديوهات مسجلة وثم ثلاث التعتمارين مسلح نتعدو للدرس الثالث اللي هو الدرس تاليتود دو فونكسيون وهو الدرس تقريبا فوندمونتال في الدرس أساسي في الاناليس هو درس يعطينا معناتها لتودة فونكسيون انجنغال بشنشوفو ديز اكزامبل دتودة فونكسيون وتو تشوفو الدرس هذي درس حلو برشة ويوضح لك الرؤية تالاناليس بلقدة بلقدة عادنا درس كذلك جديد عليكم ما تعرفوهوش قبل هو درس فونكسيون لغاريتم فونكسيون وهو الدرس تقريبا اللي تسعين بالمئين نلقاه في الإكزامان تالباك فلجوز انتالاناليس هذي الدرس بش نركزو فيه برشة وبش نخدمو فيه مع بعضنا على الأقل تخوى لكات سيري ديز اكزرسيس وبش تكون فيه حساس لايف أكثر من الدروس لاخرين ثم بعد بش نتعداول الدرس اللي هو انتغال دي فونكسيون كونتينيو وهو درس مربوط بالباكتين تالب خيميتيف وأخيرا الجديد السناء انه رجعوكم درس السويت وهو جزء تابع جزء لاناليس درس السويت اللي بش نتناولوه اودي بملو وبلكل بش نحاولو ونخدموه بالفيديوهات بشوية بشوية دبا دبا كأنكم ما قريطوهوش لا دوز يماني ولا تخوز يماني وتو تشوفو كذلك هو درس حلو برشة ودرس سوغس دونات إذا كان نخدموه ونعودوه ونركزو معه الجزء الثاني ولا التام دو ولا البارتية دو ثم أساذة ولا ثم تلامذة ولا منعرش كله عاد كيفش يسميه وعاد يسميه متابليكي وعاد يسميه متفاصيل كله عاد يسميه احنا نسميه تام دو في البروغرام أوفيسيال انتعنا اللي بعضتونا لوزارة اللي هو درس الولاني ماتخيسي السوغس دونات تلامذة كل شيخا ليه وتلامذة كل تعمل اللي يجو ودايور الدرسة ذاية معناتها تتشوفوا احنا في المنصة اللي سينا خدمناه بشكل دقيق جدا وخدمنا فيه دو سيغي ديكزرسيس مصالحين سيغي تتضمن الدفورات وسيغي خاصة بالليباك بيش تلقاو كذلك بيش نصالحو لكم فيه تمارين طباكية قدم وتمارين معناتها نجموا نتوقعوا انهم يكونوا يشبهوا للتمارين اللي بيشتيحوا في الباك ثم بعد درس الماتخيس عادنا درس ستاتستيك اللي انتوما طبعا درس تشيخوا عليه وتعملوا عليه بانكيف وهو درس يتطلب انه تكون بجنبنا كالكولاتخيس كي نبدأوا نخدموا فيه ونتعلموا كيفاش نخدموا بالكالكولاتخيس دونك تسعين بالمئة او نقولوا حتى سبعين بالمئة مش مشكل ما الدرس هذا يلزم نتعلم كيفاش نخدموا بالكالكولاتخيس وهو كذلك درس ثم الدرس الثالث هو درس اللي قريتوا منه جزء عمناول في التخزياماني اللي هو درس كذلك درس ما هوش صعيب لكن يتطلب تركيز ويتطلب تتبعوا الفيديوهات اللي بيش تشوفوهم على المنصة وتتبعوا ثلاث التمارين وتعودوهم مرة واثنين وثلاثة كذلك تحاولوا تخدموا الثلاث اللي بش نحبطو همكم تخدموهم وحدكم بعض نحبطو الكوريكسيون تاح درس ذا هو درس مهم للجامعة مهم للفاكولتات دونك تركزوا فيه مش حال بكالوريا فقط والدرس الاخير اللي هو تقريتوا منه جزء وتعرفوا تهوغيد الغرف عمنا والانتوما تخدموه بالقدير وتاخذوا فيه نوت وكذا بش يكون كذلك عدنا بارتية جديدة فيه السناء اللي هو الغرف أوريون تي أنتم عمنا لقريتوا الغرف نو أوريون السناء بش نقرأوا الغرف أوريون والغرف باندير هذا هو البرنامج وهذا برنامج رياضية السناء الحاجة التمارين تنطلق من التمارينات سغيرين إلى أن نوصل التمارينات ستيل بكالوريا أو تمارينات شبه اللي شنو بش يجي في البكالوريا ربي وفقكم وربي نجحكم نتلقعوا إن شاء الله في الكورنة عبر منصة لسينا بوانتين